الصداقة الإصرار الانتقام الهيمنة الخوف الخيال والواقع كلها وغيرها من الصفات والتفاصيل اجتمعت في أنيمي واحد اسمه Hunter X Hunter يا هلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية أفتكر زمان لما المتابعين كانوا يسألوني يا وجيه إيش أفضل أنيمي تابعته إيش أعظم أنيمي تابعته كنت كلهم يا جماعة ترى الأنيميات اللي أنا تابعتها مرة قليلة ولكن يعني من وجهة نظري واحد من أفضل الأعمال وأعظمها هو هجوم العمال عمل مكتوب بشكل جدا متقن ومخيف ديثنوت برضو كان عمل فلسفي وجودي عالج معضلة الخير والشر بشكل جدا مخيف وبشكل عام أنا كوجيه يعني ما عندي شيء اسمه أعظم عمل أفضل عمل توب ون لا عندي مجموعة أعمال كثيرة سواء مسلسلات أفلام أنيميات كذا مع مجموعة أعمال مرة أحبها أما حكاية عمل مفضل توب ون للأمانة وي دونت دو ذات هير يعني عندي الوجيه ما عندي ذي الحاجة وأشوف أنه حكاية أني أحط عمل توب ون أشوفها حاجة مرة ظلم عموما كانت تجيني بعض الردود تقول لي يا وجيه ترى عالم الأنيمي عالم مرة كبير بحكم أني أنا ما تابعت أنيميات كثيرة يعني في أشياء يا وجيه كثير جديدة بالمشاهدة وما راح تندم لو تابعتها وصراحة ما أخفيك أنا كوجيه عندي مشكلة في أني أتابع أنيميات جديدة مدري كذا أجلس أقول وش بيكون فيها جديد يعني بالله أغلبها يا أكشن قوة خارقة خيال ومن ذا الكلام وينتصر البطل في النهاية وخلق عندي صورة كذا نمطية مشوهة عن الأنيميات فكنت تكاسل وقول يا عم إذا في أنيميات تستحق المشاهدة وبفكرة مختلفة راح يجيني خبرها راح توصلني بطريقة وبأخرى زي ما وصلني ديث نوت وزي ما وصلني هجوم العمالقة وفنلندساقة وغيرها فبلاش تشغل نفسك كل شوية تابع أنيمي يمكن يطلع حلو يمكن ما يطلع حلو بلا 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 وتقع تضيع وقتكم من ذا الكلام هذا الكلام متى إلى فترة مرة قريبة ولكن أحب أقول لكم يا جماعة الخير الكلام هذا اختلف تماما اختلف اليوم اللي قررت أتابع فيه أنيمي هنتر إكس هنتر 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 يا وجيه البطل والقناص ما غيره ما كله أكشن وخيال وقوة خارقة والتعقيد ويشي اللي غير نظرتك بالضبط يا سلام عليك هذا الكلام اللي راح نسولف فيه في فيديو اليوم فربطوا لحزامك وتأكد لنك مشترك في القناة وفعل جرس التنبيات على طريقك وتعال تابعني في مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم موجودة في صندوق الوصف وبرضو تويتش عندنا مثلت شبه يومية تعال تابعني في تويتش وكمان تعال على سيرفر الدسكورت كل التفاصيل هذي موجودة في صندوق الوصف حلو وتنبيه سريع يعني المراجعة قد يكون فيها حرق بسيط كده شوية حرق غير كذا يالله بنا نخش على فيديو اليوم طيب يا جماعة لازم أحكي لكم قصة سريعة أول شيء قل ما نبدأ أنا تابعت هنتر لما كان اسمه القناص في سبيستون مرة كنت مرة صغير ما أفتكر حتى كم كان عمري كنت مرة صغير ويشهد الله أني حتى ما أفتكر أي تفاصيل فيه أفتكر أنه كان في واحد اسمه قون واحد اسمه كيلوة أفتكر أشكالهم وكورابيكا حتى كورابيكا ما كنت فاكر اسمه نسيت اسمه من فترة دوبو الأنمي ذكرني فيه وليوريو ما أعرف اللي شكله وافتكرت اسمه في الأنمي برضو دوبو لما تابعته قريب أعرفهم بالشكل فاهمين ولكن صراحة ما أنكر اسم هيسوكا ما نسيته عمري ما نسيته في حياتي كلها لأنه كان مسبب لي رعب نفسي ما أفتكر إيش الرعب اللي كان مسبب ليه في الأنمي أقصد لما كنت تابعه يعني في سبيستون بس اسم هيسوكا مستحيل أنسه تابعته زمان شوفوه على سبيستون وما زلت فاكر اسمه إلى الآن داين وأفتكر أنه كان شخصية مختلة وتأكدت منه شخصية مختلة لما رجعت تابعه أنا كبير وعاقل عموما لما بدأت تتابع هنتر إكس هنتر الآن ما كنت أفتكر أي شيء سوى أنه هذا قون هذا كيلوة هذا كوربيكا ودفتكرت اسمه بعدين هيسوكا ما أفتكر شيء تفاصيل أحداث وربي ما قدرت كل ما أحاول أفتكر ما في فائدة غير أنه كنت تابعه على سبيستون يعني إيش بأفتكر بالله عموما في يوم من الأيام اجتمعت مع المتابعين وكان عندي رفاهية ممتازة في الوقت فاضي بطريقة أخرى فاضي وقلت يلا يا جماعة هاتولنا أنا من تابعه قالوا لي يا وجيه أكثر التعليقات قالت يا وجيه الآن فرصتك أنك تبدأ هنتر إكس هنتر 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 وميلو يلا ما نفاضي ذي الأيام خلينا نخط تجربة جديدة يش ورانا وبدأت في هذاك اليوم رحلة الحقيقية في عالم هنتر إكس هنتر وفي حال أنك تسأل إيش هي النسخة اللي تابعتها يا وجيه ترى تابعنا نسخة 2011 وليست نسخة 1999 توقع أنها توقفت في غريد آيلند زي ما قالولي أو أنها انتهت في غريد آيلند حاجة زي كذا عموما تابعنا النسخة المحدثة اللي صدرت 2011 يا جمالة الخير الأنيمي هذا بقدر ماه معقد بقدر زحمة التفاصيل اللي فيه إلا أنه كان مستمر في إبهاري في معظم الحلقات سواء من ناحية الشخصية القص الصراعات الحبكة المواضيع قدرات الشخصيات بناء وتصاعد الأحداث الحوارات ترابط الأحداث مع بعضها ترابط الأحداث هذا الحال وقصة يعني يجيك حدث يحصل كده حدث بسيط تقول أنت نعم حدث معدي وخلاص بعد يمكن خمسين أربعين حلقة يربط لك الحدث هذا بحدث ثاني مهم يا ساتر يا ساتر حرفيا ما كنت أتوقع أنه هذه الحاجات موجودة في هنتر أنا عندي كذا صورة عن سيطل البطل وقناص راهمين مش ذا كله يا ساتر إيش هذا واحدة من أكثر أشياء المبهرة برضو في هذا الأنيمي يا جماعة هي المشاهد القتالية أنا أكثر شيء يهمني في المشاهد القتالية إنها تكون مبتكرة وأكثر شيء أقلق منه هو المشاهد القتالية أشوف أنه صعب جدا أنه الواحد يبتكر حاجة جديدة فيها لما أشوف مشهد قتالي كذا قرب يبدأ أقول يعني وش الجديد اللي بيصير اثنين بيت ضربونه وفي النهاية بينتهي المشاهد القتالي هذا بانتصار أحدهم أو موته أو أيا كانت النتيجة لكن في هذا الأنيمي الكاتب واجه هذا التحدي بشكل مجنون وقدر إنه يبتكر مشاهد قتالية بحيث تعطيك الجرعة اللي تحتاجها من الحماس وقت المشاهدة ومش بس مشاهد قتالية مبتكرة لا يفوق توقعاتك إنت بتشوف شيء مبتكر كمان يفوق توقعاتك وبشكل رهيب ولعلمكم يا جماعة ترى مرة ماهو سهل إنك تسوي مشهد مبتكر بين اثنين يتضربون وتتميز فيه اثنين معهم سيوف تلكين 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 وانتهى القتال إيش الجديد اثنين يتضربون بوكسات بوف 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 وانتهى القتال إيش الجديد وهنا جاءت لمسة الكاتب السحرية اسألني في إيش؟ اسألني في إيش؟ في قدرات الشخصيات الكاتب يا جماعة سوى قدرات مميزة ومجنونة وخارجة عن المألوف لكل شخصية تخيل كل شخصية لها قدرة خاصة ومميزة ومبتكرة بحيث يقدر يطلع بمشاهد قتالية مميزة وغير متوقعة ويقدر يبحر فيها براحته أباك تتصور معايا معادلتين تمام؟ بشر عاديين مشاهد قتالية النتيجة غالبا عادية اثنين يتضرب وبومبوم انتهى ولكن بشر خارقين هذه واحدة زائد قدرات خاصة ومبتكرة لكل شخصية زائد مشاهد قتالية يساوي شنو؟ مشاهد قتالية مبتكرة ومجنونة يا ساتر توقع اني بديت انحرف إلى إيش؟ إلى طريق التطبيل هو التطبيل واقع واقع لا محالة صراحة حرفيا يعني اكثر من مرة قلت هذا الكلام واللي كانوا حاضرين معايا في البثوث أكيد فاكرين الكاتب اللي كتب هذا الأنيمي تقاشي ماهو عاقل أبدا 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 أنا ما أدري إيش معاه داخل رأس ومو عاقل فيه شي غريب جوه الدماغ وغير العاقل غير الدماغ اللي عندنا كبشر طبيعيين الطريقة اللي كتب فيها قدرات الشخصيات مرعبة وعبقرية بشكل مجنون قدرات الشخصيات خلت المشاهد القتالية تظهر بشكل مرة مميز وصعب التنبؤ فيه وهذا أكثر شي كنت شايل همه زي ما قلت لكم كيف بتكون المشاهد القتالية؟ كيف راح تتميز المشاهد القتالية في هذا الأنيمي؟ أكثر للشخصيات اللي تستمتع بمشاهدة مشاهد القتالية من كثر ما فيها حركات وأشياء مبتكرة رهيبة ومو بس في سوكا في معظم المشاهد القتالية المفصلية العادية أو حتى الجانبية واللي ما لها لزوم كلها أبدع فيها وكانت جدا مميزة أرجع وأكرر شخصيات خالقة زائد قدرات مبتكرة ومميزة زائد مشاهد قتالية يساوي مشاهد قتالية مبتكرة ومجنونة وبينت ستة وستين معادلة بسيطة أبدع في استخدامها تقاشي بعد كده يا جماعة عندنا جانب الخيال جانب الخيال يا جماعة ما لحدود في هذا الأنيمي أنا إنسان يا جماعة مرة أحب الخيال وروحي روحي أنا روحي مايسول تتغذى على الخيال أنبسط أنطرب لما أتخيل أو لما أشوف شيء إيش خيالي قدامي سواء كنت قاعد أطالع في سقف الغرفة وتخيل أو قاعد أسوق السيارة وتخيل أو قاعد أشوف شيء قدامي وفي خيال ولما يجي أنيمي أو فيلم أو مسلسل ويشبع الجانب الخيالي عندي أنا كده أصير وريني خيال وابدع فيه بس مش خيال غبي يا شيخ أنا كده راح أطبل لك من هنا إليين مئة سنة قدام زبت الحلو يا جماعة زي ما أقول لكم في هنتر الخيال ما له حدود ما له حدود ولا قيود ولا أي نيلة منية لخيال عالم مفتوح من الخيال ناس تطير ناس تتحول ناس تنسخ ناس تبعث ناس تتلاعب من اختبار الصيادين إلى برج السماء إلى العناكب إلى غريد آيلند إلى النمل من النين والتن والرن والزيتسو والهاتسو من توظيف الشخصيات للنين وابتكارهم قدراتهم الخاصة حرفيا يا جماعة فيه قدرات تخليك تقول أي الكاتب ذا وش قاعد وش حس فيه كيف جات في باله هذه القدرات كيف قدر يجمع دي القدرات كلها ويحطها في عمل واحد غير القصة غير التفاصيل الثانية بس القدرات الحالة عالم عالم كبير بعض الشخصيات عندهم قدرات مرة رهيبة ومجنونة وبعض الشخصيات عندهم قدرات مرة غريبة تقول إيش هذا يا ساتر وبعض الشخصيات عندهم قدرات تقول اللهم لك الحم ما له نهاية ما له نهاية اتوقع اي شيء من الكاتب في خياله اتوقع اي شيء ممكن يصير في الأنيمي وغالبا بتشوف بعد كده عندنا الشخصيات يا عيني على الشخصيات يا جماعة في هذا الأنيمي واحدة من اكثر الاشياء المميزة واللي تفوق فيها الكاتب على نفسه هي الشخصية شخصيات مكتوبة صح شخصيات مكتوبة بعناية انا ما اعرف كم جلس يكتب في هذا الأنيمي بس انا متأكد انه ما خمخ عليه بشكل مطبيع سواء كماضي الشخصية او كحاضرها او لحظات تطورها او كمستقبلها ومش بس الرئيسية يعني لا توقع انه اوه شخصيات رئيسية ذولي مهتم فيهم الكاتب حتى الشخصيات الجانبية حتى الشخصيات اللي ظهورها بسيط حط جهد في كل شخصية تقريبا تظهر في هذا الأنيمي ابتداء من قون وصراعه في البحث عن ذاته وعن ابوه وتطور شخصيته من يوم كان مجرد طفل شايد سنارة صيت وإلى مروره باختبار الصيادين ومنها إلى برج السماء وإلى انصار واحد من أقوى وأفضل الشخصيات في هذا الأنيمي كيلو وماضيها المؤلم والقاسي وصراعها النفسي والعائل يبحثه عن ذاته الحقيقية وعن أهداف جديدة لحياته وطبعا كيلو ذا يعني عائلة زولديك بشكل عام هذولي أتوقع يعني لو الكاتب قرر كده ينفرد فيهم ويبدأ يكتب لنا أكثر عنهم بيسوي لهم كده مانغا خاصة فيهم اسمها مانغا عائلة زولديك يا ساتر عائلة عائلة تصرع أعتقد واحدة من أغرب وأكثر العائلة المعقدة اللي شفتها في حياته هي عائلة زولديك عائلة أسلوب حياتهم مرة غريب تصرفاتهم مرة غريبة تعاملهم وتفاعلهم مع العالم حوالينهم مرة غريب وما أقصد غريب يعني سيء لا كده حاجة مميزة كده لهم أجواء خاصة مميزة فيهم فهمين؟ كورا بيكا وقصة انتقامه الثورية بالرغم من أن الأنيمي أوكي ما أعطاه إلا جزء بسيط كده من القصة المعقدة لعالم هنتر إلا إنه كورا بيكا يعتبر واحد من أكثر الشخصيات المكتوبة بعناية جدا حتى شخصية ليوريو اللي ما تعرفنا على ماضيها إلا جزء بسيط كده من ماضيها وكانت من أقل الشخصيات تقريبا ظهورا في الأنيمي مقارنة باقي الشخصيات إلا إنه كتابتها يا جماعة كانت مرة جميلة وميزة وخلتني أتفهم تصرفاته في البداية وأفهمه أكثر وأتوقع إيش بيسوي في المستقبل أو في الوقت الحاضر هيسوكا المجنون وظهوره المختل وتصرفاته المقززة أحيانا تعطشه للدماء وللهيمنة وقلة الحياة بالرغم من إنه الكاتب ما أعطاني أي شيء عن خلفية هذه الشخصية الغريبة والمختلة هيسوكا إلا إنه الكاتب خلاني أتخيل أشياء كثيرة ممكن تكون أسست هذا الشخص المختل وظهرته بهذا الشكل وظهور الشخصية يا جماعة بالرغم من إنه الشخصية هذه تميل للشر أكثر إلا إنه في كل مرة كان يظهر هيسوكا كان ظهوره مميز ويخليني أصفي أي نعم مختل أي نعم حيوان أي نعم مريض بس واللهي العظيم يا جماعة هيسوكا لحظات ظهوره ومشاهده القتالية ما ينمل منها أبدا بشكل عام يعني صراحة شخصيات هنتر يبغى لها كده فيديو كامل مدة ساعة ولا بودكاست بس كده نجلس نسولف عن الشخصيات وعن نفسياتهم وعن قدراتهم ونحاول نحللهم بس كده تكلمت يعني عن أهم أربع شخصيات من وجهة نظري اللي كانت مرة مثيرة للاهتمام وللأمانة يعني باقي شخصيات مرة كثيرة ومميزة في هذا الأنيف ماجيب طريقة يعني من العظيم نيترو إلى قليل الظهور جين من المخضرم زينو إلى الفخم سيلفا من شخصيات أرك الصيادين إلى أرك برج السماء إلى العناكب إلى أرك النمل ونهاية يا أبو يا ماليان شخصيات وفي شخصيات كده ظهر الظهور بسيط واختفت بس والله إلى الآن ما زلت أفتكرها راهيبين راهيبين طبعا كل اللي قلناكم شايفين الكلام ذلك اللي قلته أول هذا كلكم والقصة والتعقيدات اللي في هذا العالم عالم هنتر كوم ثاني الأنيمي أول حاجة بدأ بشكل رائق كده من ناحية القصة شوية عيال مراهقين رايحين لاختبار الصيادين والأهداف مختلفة تقابلوا في مكان ما وصالوا أصدقاء اللي رايح علشان يحاول يوصل لأبوه واللي رايح علشان يبغى فلوس واللي رايح لغرض الانتقام واللي رايح علشان يكتشف ذاته أرك اختبار الصيادين يعني أنا شوفه بالنسبة لي كان حاجة تعريفية للشخصيات تعرف كل شخصية كده من كل النواحي تقريبا من الجانب النفسي الاجتماعي العاطفي العقلي كيف راح تتصرف كل شخصية في لحظات الغضب كيف راح تتصرف كل شخصية في لحظات الخوف في لحظات التوتر في اللحظات الحاسمة ومن ذلك وبرضه في أرك الصيادين اللي هو أول أرك قدرت أعرف ذكاء كل شخصية لوين ممكن يوصل حرفياً ما انتهى أرك الصيادين إلا وانعارف جون كيف بيفكر وكيف مستوى ذكاء وكيلوة كيف بيفكر وكيف مستوى ذكاء وكورة بيك كيف بيفكر وكيف مستوى ذكاء وليوريو وبلبلبلبلبلبلبلبل بعد كذا رحنا للأرك برج السماء واللي بالنسبة لي كان مرة مرة ممتع ماهو أفضل أرك بس مرة استمتعت فيه انتقلت فيها الشخصيات إلى مستوى جديد تماماً وتعلموا فيه أشياء جديدة وأساليب جديدة واتطورت علاقتهم مع بعض بشكل جدا رهيب واتطورت كمان معها شخصياتهم وقوتهم بعد كذا خشينا على أرك العناكب ويا له من أرك لعين وخرش حياتي وضغط نفسي ولعب في حسبتي لعب أعتقد هذا أكثر أرك أرعبني ولعب في أعصابي من ناحية قلقي على الشخصيات بحكم أنه الأرك هذا الشرس وأقوى الشخصيات تقريبا في الأنيمي اجتمعت فيه كلهم كذا تجمعوا وظهروا دفعة واحدة العناكب المافيا وحرس المافيا وعائلة زولديك وحتى المختلهي سوكا وإيلومي كده صار فيه زحمة كبيرة في هذا الأرك تخليك تقول يا الله إلهي يستر على الشخصيات الرئيسية والشخصيات اللي أنا أحبها لا يصير فيها شيء ويجيب أم العيد الكاتب لكن تفاجأت أنه هذا الأرك بقد ما كنت قلقان فيه وقد ما كنت متوتر إلا أنه الكاتب أطربني وسوى شيء خارج توقعاتي تماما بعدها رحنا الأرك غريد آيلاند واكتشفنا فيه أسرار خلتنا نلطم حرفيا جلسنا نلطم أي نعم أكثر أرك رفع ضغطي ولعب حسبة نفسيتي أي نعم أكثر أرك خلاني أسب وأشتم أم الكاتب بس الأمانة أرك غريد آيلاند أخذ بعض الشخصيات إلى مستوى ثاني تماما ولولا وجود هذا الأرك أرك غريد آيلاند كان الأنيمي صار بشكل مختلف تماما وبعدها جينا على أرك النمل وايا له من أرك الأرك هذا يا جماعة كان مليان تفاصيل مليان 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 تفاصيل ومعقب كثير وللأمانة هو الأرك المفضل بالنسبة لي أرك النمل الأرك هذا خلاني أبكي ياب بكيت لايكا لتل بك خلاني أقوم وأنطم من الكرسي واللي حضروا تويتش فاكرين خلاني أطير من الفرحة تارة وأنطوي على نفسي من الحزن تارة أخرى غير أنه أرك النمل يا جماعة مكتوب بشكل عام كده بعناية مرة بعناية وتفاصيل مملة في تفاصيل مملة في هذا الأرك في لحظات تقول يا الله يا ذا الكاتب اللي جاب لأم الطفش بس من كثر ما الكاتب كان مرة حريص أنه الأرك هذا يطلع بشكل مميز حط فيه تفاصيل قد ما يقدر وعلى أنه لحظات الملل والتمطيط ذا اللي صاير في أرك النمل يحتسب سلبية إلا أنه كل السلبيات اللي شفتها في أرك النمل هلاشت واختفت تماما بنهايته وبعدين جاء أرك الانتخابات واللي كان الأمانة ممتع وخفيف وطلعنا شوية من أجواء التوتر اللي سواها فينا أرك النمل أرك الانتخابات كان فيه لعب في العصاب وكان فيه توتر بس مستحيل يكون زي التوتر اللي صار في أرك النمل ترى لسه باقي ما حكيت لكم عن الموسيقى التصويرية في هذا الأنيمي أنيمي هنتر يا جماعة واحد من أكثر الأنيميات اللي تم توظيف الموسيقى التصويرية فيه بشكل جدا رهيب غير كده يا جماعة يعني للأمانة أنا خبرتي محدودة في عالم الأنيمي لسه أوكي تابعت أنيميات يعني عددها محدود بس برضو ما زلت أشوف نفسي لسه قاعد أتعلم قاعد أكتشف هذا العالم لسه ولكن أعتقد والله أعلم أنه أنيمي هنتر واحد من أكثر الأنيميات اللي قدرت إنها تجسد الصداقة بأجمل وأبهى صورة الصداقة في هذا الأنيمي يا جماعة تم تجسيدها ومعالجتها بأجمل وأبهى صورة حرفيا حاجة جميلة حقيقية بالرغم من إنها خيالية واقعية بالرغم من إنها مجرد رسوم متحركة الصداقة في هنتر أتوقع صعب جدا تلقى أحد يجسدها مثل ما سوته قاشي وأخيرا علشان نختم الفيديو ذا أنا طولت عليكم أتوقع وأخيرا شخصيتي المفضلة في أنيمي هنتر إكس هنتر شوفونا ما عندي أنيميات مفضلة ولا عندي أعمال ومسلسلات مفضلة عندي مجموعة أعمال مفضلة وأفلام مفضلة ومسلسلات مفضلة ما عندي تبوا ولكن في أنيمي هنتر عندي شخصية كده أول ما أشوفها أجلس أصيح أنطلب ظهوره يعجبني تصرفاته تعجبني بالرغم من إنه ظهوره بسيطة ظهوره في هذا الأنيمي بسيط هانيمي هنتر هي زينو زولديك أشيبه هذا مره رهيب وما راح أنسى الدراغون دايف مع حيات طول حياة وأتمنى بحكم أننا بدانا نقرأ المانغا مع بعض في تويتش أتمنى أني أشوف زينو زولديك في مشاهد أكثر وأتعرف عليه أكثر في المانغا إلى هنا يا جماعة نكون صنا نهاية الفيديو وإذا عجبكم الفيديو حطوا واحد لايك لأنه مره مهم وبيساعدني كثير تعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة في صندوق الوصف والهم من هذا كله تعالوا تابعوني في تويتش ترانا نتابع عنيميات مع بعض بين فترة وفترة وعندنا لايف رياكشن وعندنا مانغا وعندنا سواليف وشياء كثيرة برضو موجود في صندوق الوصف أعطيكم العافية كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم